طب البعض بيرشح سيمبا التنزاني ان هو بيكون الحصان الاسود في البطولة خصوصا بعد التدعيمات الاخيرة في المركات والشتوية منها المدير الفني اللي ممكن يكون عارف الكرة المصرية بشكل كبير دي دي جومس كان المدير الفني لنادي الاسماعيلي شايف ازاي ده ممكن يكون بيصعب من المواجهة دي خصوصا كمان انه هي على ارضهم كل احترام لتفهمها طبعا لانه كسب برا ارضه الفرير بيكسب برا ارضه ده يعني حاجة لدينا تحترميها فوزوا على بيتا كلاب برا ارضه الكرة بقت الملاعب مفتوحة خلاص الناس بعندوها كل الفرق مفهوم المكسب التعدلات ما بقتش تفرق معهم الخسارة بيبعدوا عنها خلص مش عايزينها تبقى موجودة وفي احداث بتبقى جوا المطش يعني المطش اعتقدت خلص بالضرب الجزاء يعني كانت ضرب الجزاء اللي حصلت ما حصلش اي حظ لبيتا كلاب انه هو كان يعوض في المباراة او يكون لي صبك التهديف صبك التهديف ده اهم حاجة في الفرق الكبيرة انك انت يبقى عندي كنتي الصبك التهديف انك انت ما تخليش حد هو اللي بتفوق عليك وبيزحزح مكانتك او بيزحزح السلس نقاط يعني لازم انت تبقى موجودة فيها عشان الفريق قدامك يفتح لك خطوطه وانت لما اي فرق تفتح خطوطه مع اندية كبيرة زي الاهلي زي مالك زي البيرامد زي اسماعيلي كل فرق دي مصرية انا بيصابيهم فرق كبيرة كلهم ما بيلعبوا في الكونفدرالية او بيلعبوا في بطولة الاندية للدوري دي فرق كبيرة كلها ليها طبع خاص ليها ميكانيزم تاني عندها انياب ده انياب دفاعية ونص ملعب وهجوم الفرق المصرية فرق تحترم جدا اللي بيفرق مع الفرق المصرية اللي هي مش متعودة كل يوم تلعب في الاجواء الافريقية التحكيم مثلا المطشي بيبقى من غير الفار الحاجات دي بتبقى حاجات محسوبة حاجات مش عينة عشان كده لازم انت تبقى طماعة جدا وانت بتلعبي برا ارضك طماعة جدا انك انت تحافظ انك انت تاخدي المباراة تجيبي اهداف عندك امكانيات وعندك اللاعبين اللي هم يداروا وترجموا ده اعتقد انهم موجودين اشتركوا في القناة